كغيرهم من شباب اليمن يعاني الشباب في مناطق وادي حجر بحضر موت من انتشار واسع للبطالة بشكل يتزايد يوما بعد آخر في ظل تناقص فرص الحصول على العمل الذي ينحصر في القالة على العمل بالزراعة وهذه أيضا غالبا ما تكون منحصرة فقط على موسم الحصار فبالنسبة لهؤلاء الشباب فإن سنوات العمر تمضي لكن دون أن تحمل معها ما قد يحقق أحلامهم وطموحاتهم كما يقول الشاب حسين بن لشعل لا درس في معج التقني الصناعي بخلف سنتين وتخرجت يعني من بعد التخرج اللي لان سنتين وهو زايد بدون عمل في هذه المنطقة حقنا وأكثر الشباب عندنا عاطلين عن العمل وبرضا مش اللي أنا في شباب يعني من قبل يتخرجوا وقاعدين في المنطقة بدون أي فائدة فيما تزداد المخاوف من أن تؤدي هذه الأوضاع بالشباب إلى السقوط في أحضان العصابات المحلية في ظل غياب أي دور للدولة في توفير فرص العمل واحتضان الشباب تبرز مخاطر سقوطهم في شباك العصابات المسلحة والمتطرفة مستغلة فقرهم وحاجتهم والفراغ الذي تركه غياب الدولة فهل تستجيب الحكومة لدعوات انتشال الشباب من وحل البطالة قبل فوات الأوان محمد اليزيدي لقناة بلقيس مديرية حجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر